اشتركوا في القناة اعني الصحراء الغربية والازمة الليبية تؤثر على الانطلاق نحو الاندماج والوحدة المنشودة في اشارته على توجهات بلاده المستقبلية في سياسة الاقليمية وعربيا قال العمامرة ان بلاده تطلع الى قمة عربية ناجحة في المستقبل القريبة مبرزا ان مبادرة الثلام العربية هي المخرج من الازمة في منطقة الشرق الاوسط والعالم العربية واضاف نحن على اتمل استعداد لتجسيد اواثر الاخوة مع كل الدول العربية الشقيقة ونتطلع الى قمة عربية ناجحة واضح العمامرة ان القرية الفلسطينية المقدسة هي الاسمنت لتضامن الشعوب والدول العربية الجزائر تتشبت كل تشبت بروح مبادرة الثلام العربية وتعتقد انه على خلاف موقف بعض الدول مما يجب العمل به لنصرة القرية الفلسطينية هناك مجال ارحب لجمع الشمل والتشبت بروح هذه المبادرة التي كانت فعلا انجازا رائعا للتضامن العربية وروح المسئولية جاه السلام يذكر انه بعد اسبوع من تكلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير المالية في الحكومة السابقة ايمان بن عبد الرحمن بتشكيل حكومة جديدة اعلنت الجارة الشرقية عن الفريق الحكومي الجديد معيدة وجوها قديمة شغلت مناصب مهمة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة خصوصا رمطال عمامرة الذي كان قد شغل منصب وزير الخارجية عام 2013 واعيد في تعديل الحكومية الى شغل هذا المنصب ما يرى فيه مراقب رسالة كبيرة الى المغرب مثال ان الجزائر تقر بفشل الوزير السابق في الخارجية ثبر بقدوم في تنفيذ الاجندة العدائية واستعانتها بالعمامرة من جديد لتوظيف مراكمه من علاقات في تجربة بالامم المتحدة من اجل توظيفها ضد المغرب خلال المرحلة المقبلة وفي خبر اخر افاد تقرير اخباري فرنسي ان الجزائر فقدت دورة في ليبيا واضحت غير مؤثرة في هذا الملف الشائك لعدة اعتبارات واوضح تقرير نشره موقع اوريون 21 الفرنسي ان هذا البلد بات خارج اللعبة الثياسية في ليبيا لاثيما بعد فقدان نفوذة في اقليم فزان الليبية وفي معاقل الطوارق ووفق المصدر ذات فان مفاوضات الفرقاء الليبيين والتي اثرت عن اتفاق الحكومة الحالية اجريت في المغرب وتونس اتضاعف تنقل الممثلين الليبيين بين هذين البلدين واشر التقرير ان عبد الحميد الدبيب الرئيس الجديد للحكومة الليبية المؤقتة خرج عن الاعراف اذ بدأ فور تنصيبه جولة ديبلوماثية في العديد من العواثم كما استقبل رؤساء حكومات لكنه انتظر شهرين ونصف الشهر قبل ان يذهب الى الجزائر يوم التاسع والعشرين مايه 2021 وكانت مجرد محطة توقف في طريقه الى اوروبا لغيره وهو ما طرح الكثير من التثاؤلات وكان رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيب اكد اثناء زيارة عمل المغرب يوم الثامن والعشرين يونيو الماضي ان الشعب الليبي يطلب مزيد من التعاون والدعم من المملكة المغربية لتجاوز الازمة وضمان الاستقرار في البلاد وقال الدبيب في تصريح صحفي حينها نحن نطلب المزيد من التعاون والدعم من اشقائنا المغاربة لاجاد حل للازمة وتجاوز الثنوات الصعبة التي مرت بها ليبيا وجدد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة التأكيد على عميق امتنان الشعب الليبي للملك محمد الثالث على مواقفه المهمة ودعم المملكة التابتة وجهود المبدولة لتوحيد المؤسسات الليبية كشف رئيس مدينة ثبتة المحتلة خوان فيفاث انه سيقترح على حكومة مدريد خطة لانقاذ مدينتي ثبتة وامليليا المحتلتين بعد ان اصبحت تعيشان ازمة اقتصادية خانقة اترى اغلاق المغرب لمعابر الثغرين وتتضمن هذه الخطة الغير البريئة خمسة محاور وهي ما اسمها خوان فيفاث امن حدودنا والسيطرة الثارمة والفعالة عليها من قبل السلطات الاسبانية والاوروبية تأذيذ مؤسسي افضل لوضعنا كمدينة عدو في الاتحاد الاوروبية تحسين البنى التحتية والخدمات لاثيما في مجالات الاثكان والامنة والدفاع والعدل والتعليم والصحة والثياسات الاجتماعية بالاضافة الى تنفيذ نموذج اقتصادية اكثر ثلابة واستقرارا مع قدرة اكبر على خلق فرص العمل وتحاول اسبانيا من خلال هذه الخطة الاستمرار في احتلالها لمدينة ثبتة وامليليا والجزر الجعفورية والتي تعد جزءا ليتجزأ من التراب المغربية في الوقت الذي تطالب الريباط مريد بالدخول في مفاوضات مباشرة معها لاجل استرجاعهما وتشكل مدينة ثبتة وامليليا المحتلتين نقطة خلاف تطفو على السطح كلما تأذمت العلاقات المغربية الاسبانية على غرار الازمة الاخيرة التي اعقبت استقبال الزعيم المرتزقة حيث قالت اسبانيا ان استقبال الزعيم الانفصالية كان لدواع انسانية بينما اعتبره المغرب طعنة من الخلف ثدرت عن شريك استراتيجي وفي خبر اخر وضع الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب التجاوذات التي يعرف البرلمان الافريقي بضغط جهات لها اجندات سياسية تحت المجهرة مشددا على ضرورة تصدي لهذا النوع من الممارثات وثجل المالكي ضمن كلمتي في افتتاح اللقاء التشاورية لرؤثاء البرلمانات الافريقية ان من اهم معيقات الوحدة المؤسساتية للقارة الثمراء هي اثرار بعض الجهات على تغليب اجندات سياسية ضيقة الافق منافية لاهداف الاتحاد الافريقي والمؤسسات التابعة لها ولا تعبر عن الارادة الجماعية في التوجه الى المستقبل واضاف لعل من ابرز ما شهده برلمانونا الافريقية من تجاوزات في الفترة الاخيرة بكل اسف اشير بالخصوص الى استغلال الرئيس بالنيابة لمنصبه قصد تمرير قرارات تخدم المصالح السياسية لبعض الدول عن غير وجه حق خصوصا وان هذا المنصب يفترض فيها الاقتصار على تصريف الاعمال الى حين انتخاب رئيس جديد وفق ما ينص عليه النظام الداخلية وتطرق ايضا الى مشاهدة الدورة العادية الرابعة للولايات الشرعية الخامسة للبرلمان الافريقية المنعقدة بميدراند بجنوب افريقيا في الفترة ما بين العشرين مايو والرابع يونيو من السنة الجارية من اختلالات تضرب روح الممارسة الديمقراطية والديمقراطية الداخلية وتقود حرية اختيار اعضاء برلمان عموم افريقيا لرئيسهم وممثليهم داخل مختلف هيئات هذه المؤسسة واشدد رئيس مجلس النواب على ان ارتكاب مثل هذه الاعمال يعد مؤشرا واضحا على غياب الرقابة المؤسساتية ودليلا على حجم الفراغ القانونية الذي يؤثر ثلبا على مصداقية المؤسسة ما ينبغي استدراكه والعمل على تفاديه في المستقبل بل والعمل على اتخاذ ما يلزم من قرارات مسؤولة حتى لا يتكرر ذلك يتجه المغرب لتدعم قواته البحرية بواسطة وحدات جديدة من الفرقاطات القتالية من الجيل الجديد التي ستعد هذه المرة مصانع ايطاليا وذلك وفق ما كشف عنه موقع مجلة الدفاع الايطالية الذي اكد ان الرباط بدأت بالفعل مفاوضاتها مع المثنعين الايطاليين لبناء فرقاطتين من نوع فريم متعددة المهام والقادرة على حمل الثواريخ بعيدة المدى ووفق المصدر الايطالي فان المغرب واليونان هما اخر دولتين تنضمان لقائمة البلدان الراغبة في الحصول على فرقاطات فريم التي تصنع بشراكة ما بين مؤسسة في كانتير الايطالية ومجموعة نافالا الفرنسية والسبق للقوات البحرية المغربية ان حصلت بالفعل على وحدات منها دخلت نطاق الخدمة ضمن اسطوليا الحالية الا ان هذه المرة ترغب في الحصول على النسخة التي تصنع احواض بناء السفن الايطالية لا الفرنسية وتأتي الخطوة المغربية بعد حصول الشركة الايطالية على صفقة انتاج 6 فرقاطات لصالح اندونيسيا واربع لصالح البحرية المصرية بالاضافة الى الطلب اليونانية المتمثل في الحصول على اربع فرقاطات على المدى القريب وتمانية اخرى مستقبلا وتنتظر في كانتيري ايضا حسم كندا في اختياري لهذا النوع من الثفن العسكرية عوض نظراتها البريطانية الاعلى تكلفة وتصنف هذه الفرقاطة ضمن الفرقاطات الشبحية متعددة المهام وتمثل جزءا من الاسطول البحرية العسكرية للقوات الفرنسية والايطالية والمصرية الى جانب البحرية الملكية المغربية هذه الاخيرة التي تتوفر على نسخة وحيدة منها هي فرقاطة محمد الثالث التي جرى بناءها سنة 2008 في مصانع نافالا الفرنسية ودخلت الخدمة رسميا في 30 يناير 2014 وتستقر حاليا في الميناء العسكرية القصر الصغيرة قرب مدينة طنجة وفرقاطة محمد الثالث تصنف حاليا على انها القطع الاقوى ضمن اسطول السفن الحربية المغربية وقد ذهبت في يناير الماضية الى حوض نافالا في فرنسا لاجراء اعمال الثيانة والتطوير الدورية قبل ان تشارك في شهر مارس في مناورات مصفحة البرقة المشاركة مع القوات البحرية الامريكية التي احتضنت الثوحل الاطلسية للمملكة غير بعيد عن جزر الكناري وبمقدور فرقاطات فريم حمل الثواريخ بعيدة المدى والثواريخ المضادة للطائرات واخرى مضادة للثفن مع قدرة تنفيذ الهجمات على الاهداف البرية على مدى يصل الى 180 كم كما يمكن تزويدها بتوريدات مضادة للغواثات وهي مجهزة بمنظمة الثيناتا الالكترونية لادارة المعارك ومجموعة من الرادارات واجهزة الثنار ووفق التصنيف الثانوي الامريكي لقوة الجيوش جلوبال فاير باور الخاص بثنة 2021 تحتل القوات البحرية المغربية الرتبة الواحدة والعشرين عالميا من اصل 140 دولة وتتوفر المملكة على 121 قطع بحرية من بين ست فرقاطات والمثير ان هذا التصنيف وضعها في مرتبة اعلى من نظيراتها البريطانية والالمانية والاسبانية والاسرائيلية اشتركوا في القناة